سوف نمشي الى اقتراح القطبان للحوت بالفلاف الالوان كان عارفوه لانه دبا مع الصيف كان بروح ويجات لهما سهلين وخفاف وما كان محسن من القطبان للحوت ما فيهم لشوك لولو سوف نحتاجه في المقادر الكمية للحوت للفرخ يعني بالعظم يعني عندهم للحوت ناخده الفرخ هكا على شكل هبرة على شكل القطبان و سوف نحتاجه في العطرية شوية دي الملحة شوية دي البزار ثلاثة الدرسات دي التومة محكوكين تقريبا واحد ثلاثة دي المعال القبار دي العصر دي الحامض اربع كاس صغير دي الزيت البلدية و سوف ناخده في العطرية الملح اللي بزار شوية من تحميرة و شوية من شونية الحارة وبالنسبة الاعشاب اللي سوف نفعله لكم الاختيار اما نفعله اليزير اما نفعله القصبر مع الناس مقردين رقيق اما نفعله الحباق مقرد رقيق اما نفعله زعترة هادو كلهم في الصراحة كيجيوزوينين في الماداق ديال الهبرات ديال الحوت فكيبقى على حسب الاختيار ديالكم في الغالبية ممكن انكم بديروا شوية القصور معدنوس مقردين رقيق جهدي يعني تقريبا واحد جوج معلقات ونضروا معهم واحد معلقة صغيرة ديال زعترة اما زعترة يعني مفرشة اما مطحونة بودرة بحل كيف نفعله في البيتزا هادا كتا هو كيعطي واحد الماداق زمين وخاصة من اللي كيتشو قدمه كيتشو قدمه كيعطي هاداك الماداق فقلنا غدي ناخدو الهبرات ديال الحوت ديال الفرخ بلع دايمات مقطعين هكا الطريفات يكونوا شوية كبارة لشكل قطبان يعني قطبان ديال الحوت هكا مقطعين مربعات سنحتاجوا في العطرية شوية الملح شوية البزار شوية التحميرة شوية منشونية الحرة جوج ولا ثلاثة دريسة ديال تومة محكوكين ولا مطقوقين مزيان باش ميبانوش ثلاثة ديال معالقبار ديال عصر ديال الحامض ولا حامضة صغيرة معصرة اربع كاس صغير ديال زيت البلدية وقلنا في تنسيمات اما نديرو شوية من اليزير شوية من زعتراب وحدها شوية من القصبر معدنوس مقرد رقيق بوحده شوية من الحبق ولا ممكن نديرو القصبر معدنوس معالقات منهم مقردين رقيق رقيق بزاف ونزيدو لهم واحد معالقة صغيرة ديال زعتر يعني اما مطحونة اما مفرشة يعني حتى هما كيجو مزيانين فتنسيمة اللي بغيتو المهم هذيك العطرية اللولة مع التنسيمة اللي بغيتو في الاعشاب المنسيمة ولا يزير ولا زعتر ولا اللي بغيتو فكتجو مزيان والقصبر معدنوس ممكن انكم تخلطوه مع شوية ديال زعتر وتزيدو على هاد القوام كله مع هاداك الحوت ونخلطوه مزيان كيتخلط نغطيو بلاستيك الغدائي وندخلو لثلاجة نخليو مرقد ساعة ساعتين ثلاثة ديال الساعات قدمك يكون مرقد قدمه مزيان ومن اللي كان نبغيو اننا نشوي وذيك الساعة كان ناخدو الفلاف الالوان هذيك الحمرة والخضرة والصفرة وناخدو طومات سوريز وناخدو اللبصلة اللبصلة البيضة من الاحسن لانو دغية حلوة ما كتكونش يعني حارة ودغية كتنزل غدي ناخدوهم وغدي نحاولو اننا نقطعوهم على شكل مربعات قد تقطع ديال القطبان ديال الحوت باش يجيو قياس واحد يعني قطعوهم كبار يعني كبار يعني على شكل مربعات يعني مثلا ناخدو جوج فلاف حمرين جوج خضرين جوج صفرين وناخدو واحد جوج بصلات وناخدو كمية من طومات سوريز وغدي الطومات نحاولو نخليوها هو اللي ما تبغيش ذيك الزريعات ديالها ممكن انكم تقسموها على النص وحيدو لي هذيك الزريعات ديالها وخليوها في واحد الانا زيدو عليها ذيك الفلاف اللي قطعنا على شكل مربعات وزيدو عليها البصلحتها هي مقطعة على شكل مربعات وخلطوهم مزيان ونفس العطرية يعني غادي نهزو دوك الحوت نهزو دوك الحوت يعني من اللي كان نهزوك تبقى ديك العطرية نهزو نديرو في واحد تبصيل وهديك العطرية اللي بقات ديال الحوت لباش بلا ما نعودو نديرو العطرية غادي نرميوها هذيك الخضراء اللي درنا نديروها في هذيك العطرية ونخلطوهم مزيان هم اللي نخلطو ديك ساعا ناخدو دوك العيدة الخشبية دائما من بغيرون نرقدوهم في الماء قبل ما نطيبو بهم نرقدوهم في الماء مزيان يعني نهار كله ولا ليلة كاملة ولا صبح كله بحيث ما مثلا نوين اغداش الله غادي نديروهم مثلا غادي نشويه فسوأ كفتا ولا غيرو ناخدوهم ونرقدوهم ليلة كاملة نهائيا ما كنسقوش لنا ولا ممكن ان نكون شويهم الطريقة العادية على حسب كل واحده على حسب شويه دياله وش ديال الفخر وش ديال الضو مهم لكم اختيارات تاخدو دوك العيدة الخشبية ودك الساعة غادي ندون نزلو فيهم بحالة بنديرو اللول مثلا هي طومات سوريز إلا كانت صينة مالكات مقسمة على النص نديروها فلوس بحالة بنديرو طومات سوريز بحالة بطومات سوريز ممكن تاخدو غير كوردو وإلا كنتو غادي تديروها صينة حانت كيلك يقدر يأكل هيني كيلك تجيزوينة ديك طومات سوريز وخب ديك الزريعة دياله كله فوائد وكله ما تقدرش يعني ما تقدرش إياخد طومات سوريز ويقسمها على النص وقلنا يحيي ديك الزريعة ويشرملها مع القوام ديال الفلاف الألوان مع هذيك تنسيمة لدرنا ديال الحوت وإلا ما كانش ناخدو هذك التومات سوريز نتكوها بالعود الخشبي يعني بالكوردو وباش ملي نرقدوها في ذيك الشرمولة ندخلها شمية لقعمة وذيك الساعة كانت تكوها هيلو وليف ذك العود ديالقطبال وكان ديرو مثلا الفلفلة حمراء خضراء بصلة ونديرو الطرف ديال الحوت عو تاني نديرو الخضراء في الفلفلة حمراء خضراء ونبقوا غادي حتى نكملو ويبقوا في تزيين واحد ما نديروش مثلا نحاولو انكم يعني وخدو شوية الوقت وشوية الخطر بما انو هذا ما فيه هاش تمارة بزافة تمارة يعني ناخدو ذوك العيدان ديالقطبال ونحاولو نديرو نفس الشكل بحال دا بدرنا طومات سوريز التحت نديرو الفلفل الألوان يعني العود اللي درنا فيه الفلفل اللي ولا خضراء وصفراء وحمراء نبقوا غادي من نفس طريقة نديرو الحوت نديرو الفلفل ونسدوه بطومات سوريز نفس طريقة نبقوا غادي حتى نكملو ونديرو نفس الشكل يعني بدينا بل باش ملي نحطوهم في طبق تقديم لانو تلعين تهيه هي اللي كتاكل ما يجيوناش مخربقين ما يجيوناش شي في الفلفل الفوق وفلفل التحت والحوت الوصف متانا ولا العكس نديرو نفس نفس الشكل نبقوا غادي باش ملي نحطوهم كيبال ينفذوك كل القطبان الطومات سوريز التحت الفلفل الوان نفس الوينات ومعاهم كدلك ذاك الحوت وفوق محفوق عاد كن بدون نعو تاني نكملو ونسدوه بطومات سوريز او لا الفلفل الوان على حسب باش بديتو باش تكملو على حسب الرغبة ديالكم و ديك الساعة كنناخدو شوية ملعصر ديال الحامض مع شوية ديال زيت البلدية ونخلطوهم زيان ديك الساعة ونخليهم قدامنا وفاش نكونو كان شويوهم كان شويوهم على جهتين هم رضغية كيت شويو وحتى هذيك الفلفل الفلفل البصلة يعني ما كانت سنو مش انهم ينزلو بزاف فمالاحسن يعني نخليوهم هكا شوية قابطين تيجيو هكا بحالة طريين تيجو مزيانين ومباشرة كان شويوهم بساعة ساعة كننزلو بشيتة وكان وقاو ندهنو هذيك القطبان ديالنا بهذاك الزيت مع الحامض وكان وقاو غدين حتى كنكملو فكيجيو ساهلين كيجيو ولداد غير هم بوحدهم كافيين ممكن ديرو اي مقبيل ديال خيزهم شرمال او لازعلوك او لتكتوكا يعني كتكون كافية وكيجي طبق متكامل فانتمنى تكون وصلتكم الفكرة ديال هاد الحوت هاد الحوت يعني بهذا الشكل كيبغيو كبار وصغال انو تنعفو الويدات تي تقنطو حتى الكبار يعني في السن تقنطو من الحوت اللي تكون فيه الشوك الفرخ او لأي هبرات ديال الحوت اللي بفيها لشوك لوالو ندروهم بنفس الطريقة راه كيجيو ولداد بزاف وكيف قلنا بنسبة التنسيمات عندكم الحباق ديرو عندكم احتى واحد العطرية ايطالية راه معروفة بحال العطرية الميكسيكية يلا قلنا العطار هذوك العطار العصريين يلا قلنا للعطرية الايطالية راح تهوك يمشي معهم زيان غير من كتروش من كتروش يعني معلقة صغيرة في هادك العطرية كاملة انا قلنا للحباق قلنا عدنا لقصب الايطالية م Ok لنجيزوينها للأضافة الإضافة للأضافة نضيفها من زعيترة ونضيفها سواء في الجاج الذين يتسلمون الحوت ونضخلهم الفران إذا اضمنوا زعيترة في أحد المادة قزوين في نفس الطريقة في الحوت نضرنا القزبرة مع نوس وإضمنوا زعيترة راح تهو كيمشي مزيان كيجي في واحد المدق ما بين القزور مع دنوس وما بين ذيك زعطرة اللي كان ديرو في بايلة اللي كان ديرو في بيزا راح كيجي لديد بزفع إما يكون مطحون هذيك زعطرة إما تكون مفر الشرقيق